أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ همية العمل العالمي المشترك بشكل بناء من أجل تحقيق نتائج ملموسى بشأن حماية الإنسان والبيئة من آثار التصحر جاء ذلك في كلمته في اجتماع الطريق إلى الرياض الذي نظمته المملكة العربية السعودية وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر على همش الدورة التاسعة والسبعين الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث أشاد بالجهود التي تقوم بها السعودية وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عبر قيادتهما لهذه المساعي الحاسمة وكد وزير النفط والبيئة على ضرورة تحقيق العدالة المناخية من خلال التزام الدول المتقدمة بدعم الدول النامية في مجال التكيف مع أثار تغير المناخ والتخفيف منها منوها لأن زيادة المساعدات المالية ونقل التكنولوجيا أمران ضروريان لتنفيذ الخطط والمشاريع والمبادرات الوطنية التي تتبناها الدول النامية اشتركوا في القناة